لها اللي بقى والترجي الشايف المواجهة ازاي؟ انا شايفها سهلة وصعبة الترجي على ملعبه فرقة رخمة فرقة جمهورها بيضغط على الفرقة المنافسة بشكل كبير جدا عندها من اللعيبة الجيدين اللي بتسمح ليهم ان هم يصنعوا الفارق في الملعب بالمهارات الفردية انما في الاول والاخر مين هيقدر يصعب الماتش ومين هيسهله؟ اتنين كولر ولعبة النادي الاهلي لعبة النادي الاهلي رقم واحد انتو هتبقى مدى التركيز بتاعك وقد ايه؟ هتوصلوا التركيز وقد ايه؟ هتبقوا انتو نازلين فاهمين انتو بتلعبوا نهاء البطولة وبتقتلوا ان انتو بترجعوا بنتيجة ايجابية من تونس ولا هتبقى الموضوع بالنسبة لكو انا بلعب مباراة وخلاص الحاجة التانية كولر في قدرته المباراة السيناريو اللي هيبقى رسمه للمباراة شكله ايه؟ انهي نوع من السيناريوهات السيناريوهات الهجومية السيناريو بتاع الضغط العالي السيناريو بتاع ان انا حضغ الضغط متأخر السيناريو انت شكله هيبقى شكله ايه؟ التغييرات اللي انت هتلعب بيها في التوقيتات بمختلف اشكالها لو جاي فيه هدف انا ده من السيناريوهات هتعامل مع الموقف ازاي؟ لو انا احرصت هدف وبدرت بالتهديف هتعامل مع الموقف ازاي؟ كل دي سيناريوهات ما فيش اجابة فيها غير عندي واحد بس هو مستر كولر لو اللعبة النادي الاهلي وكولر ادروا ان هم يبقوا مركزين 100% زي جمهور النادي الاهلي ما هم مركز 100% يعني عم توقع دلوقتي ما فيش حديث في الشارع الاهلاوي او الشارع الزمالكوي غير عن المباراتين النهاء الكونفادرالية ونهاء البطولة الافريقية فلو لعبة النادي الاهلي مركزين زي جمهورهم ولو كورو مركز زي جمهور النادي الاهلي لا انا بتهيق لي النادي الاهلي هيرجع بالنتيجة ايجابية من تونس عشان يرجع بنتجة إيجابية التشكيل الأمثل إيه؟ التشكيل الأمثل هيلعب بمصطفة شبير طبعاً هيلعب بمحمد هاني هيلعب بعبد المنعم وهيلعب برامي ربيعة ولعب بمعلول هلعب في نص الملعب بمروان عطية وأكرم الاثنين ولعب قدامهم إمام عشور ولعب بوسام أبو علي فرود ولعب بالجناحين ممكن يكون الشحات والتاني نلعب في بيرسي تاو وفي ريدا سليم ها؟ في بيرسي تاو وفي ريدا سليم هلعب ببيرسي تاو تلعب ببيرسي أه لأنه عنده من الخبرات في الحتة بتاعة أفراخة دي وفي الملعب بتاعة الطرق دي ريدا سليم متعلق في الفترة الأخيرة بس بيرسي تاو يعني أنا ريدا سليم معاه تغييرة كويسة وما تنزلش بي مثلا ما كان حسين الشحات؟ لا حسين الشحات المتشاط دي بتاعته المتشاط دي بتاعته وهو بيتتقلق في الحاجات دي وبيصنع الفرق بشكل كبير جدا حسين الشحات في المباريات الكبيرة اللي زي دي هو بيصنع الفرق بشكل كبير مين اللعب اللي في الأهلي دلوقتي ما تقدرش تستغنع عنه؟ إمام عشور بلا منازع إمام عشور ما تفكرش ما تفكرش النهاردة يعني إمام عشور بقى تميمة لعبة النادي الأهلي وتميمة النادي الأهلي خلاص بيصنع الفرق في كل شيء هو اللي بيصنع الفرق في لمساته هو اللي بيصنع الفرق في أهدافه اللي بيجيبها هو اللي بيصنع الفرق في عز الضغوط اللي لعبة النادي الأهلي بتبقى فيها هو اللي عنده الحلول الدائمة لا هو بالنسبة لهم خلاص بالنسبة للنادي الأهلي وجمهوره ولعبته حتى زميله اللي موجودين في الملعب هو اللي بيصنع الفرق زيه زيزيه في الزمالك بالظبط عظيم جدا